حياكم الله مجد متابعين قناة بغداد الجديدة ننتحدث في هذا الدرس عن المتغيرات فحتى أبدأ بالعمل دعني أضغط هنا double click ويعرض لهذا SRC كوم ملف جديد وأسمي Data Types أوكي وضع أوكي كالعادة أخرى هذا وأكبر الشاشة قليلا بالنسبة لي أمسح هذا الكل وأكتب دالة المين اللي هي فاكشن ثم أكتب Rx هالي راح نستخدمها كثيرا كثيرا في هذه الدورة وثم تستقبل هي String ومين هذه الدولة الأساسية أكتب فيها الكود الخاص بي بالبداية خلنا نفهم إيش مفهوم المتغيرات أنت لما تكتب كود لابد أن تعرف أشياء معينة وتخزن بها معلومات لنفرض أنت عندك اسم شخص فأنت حتى تعرف اسم شخص وتستخدمه لاحقا يجب أن تكتب على سميثال كلمة Vol هذا اسم المتغير وتكتب كلمة name وتعطيها على سميثال حسين هنا لو ترى Vol هو كلمة محجوزة بمعنى أنه هذا متغير فقط للقراءة فقط تقرأه ما ممكن يتعدل قيمته بعدين يعني حسين يبقى حسين لو ترى هنا الـ Label يعني الاسم المتغير أعطيتها name ممكن أن تعطيه أي اسم لكن اتبه يعني حاول أن تسمي اسم يعني منطقي ما يصير تسمي هذا X وهو هذا حسين إذا على الاسم يدل على الحاجة كتب name أوكي؟ فname ثم تقول ليساوي قيمة يعني هذا المتغير راح يحمل هذه القيمة إيش هو راح يفهم منطقيا؟ الذاكرة الخاصة بك بالهاتف هي عبارة عن مجموعة مواقع وحدة تلو الأخرى كل موقع عنده عنوان اللي هو Location وعنده Value فإيش راح يعرف لك إنفاد Location على سلمتال اللي هو هذا العنوان ما لأي رقم راح يخزن لك في كلمة حسين أوكي؟ بهذا الشكل فهذا Location ما راح يمثل لك كياب رقم راح يمثل لك كياب متغير إحنا أطعنا اسم كلمة name الان متى ما قلنا لأطبعنك النايم راح يروح للذاكرة راح يبحث على كلمة name ويعرف الموقع المقابل لها راح يجب لك الغذالة ويطبع لك إياها عند وجه قلت لك كلمة print هنا name راح هو يعرف أنا إيش أقصد بالنايم لأجد ضغط كليك رايت نايم عرف إيش معناته فالدليل إنه إذا وضح لك أنظر عرف لي إنه النايم بمعنى حسين فالشي اللي انت لازم تفهمه إيش هو المتغيره بهذه البساطة الذاكرة عبارة عن location و value احنا كل اللي قلنا قلنا هذا location خزلنا به هذه ال value لو ترى val يعني القراءة فقط لو ردت أنزل سطر وغير كلمة حسين إلى حسين الربيعي name يساوي إنا حسين الربيعي وضيعي ودعنا هنا طبعنا print وبعدها الثانية name لو ترى هنا مقبل أغيره ليش يقول لي أنت يابا ما تقرأ تغيره لأن هذا المتغير VAL يعني هذا المتغير فقط تقدر تقرأه ما هذا المتغير غير قابل للتغير أنت عرفت أول شيء أعطيت قيمة طبعته أوكي بس ما يصير جوز تجي تغير قيمة هذا المتغير لأنت قلت لي أنه هذا VAL أنه هذا فقط للقراءة فحتى أسمح للشخص أنه يعدل على المتغير أعرفه VAR وليس VAL VAR أنه هذا المتغير يعني قابل للتعديد الآن لجيت نفذت وضعت هاي النقطة حاولت أعمل debug أنفذ خطوة خطوة أرى أن البرنامج كيف يتنفذ وكيف يكون لي موقع في الذاكرة ويخزن لي بي قيمة فأضع فقط debug هو أفضل وسيلة إلي لتتبع البرنامج خطوة خطوة فنتظر دقيقا انظر الآن نفذ وقف لي على هذا السطر كل شيء ماكو ماكو أي شيء لو جيت نزل السطر ترى أنه هذه الذاكرة الخاصة بي انظر أعرف لي في الذاكرة متغير اسمه نيم ووضع لي فيه كلمة إحسين هذه في الذاكرة وعطاه هذا الـ اللي هو ماعرفه شنوه اللي هو هذا يمثل VALU ما راح أشترك أحد تفاصيل في وقت الحالي لأنه هذه السطرينج السطرينج متخزن بـ تتخزن بسلسلة مواقع متتالية لا تهتم بهذا الأمر افهمها بهذا الشكل في الوقت الحالي نصل إلى جزء السطرينج متحدث عن مواقع المتتلسلة فهم انه عرف متغير أطاع قيمة لو ترى الكونسول ما بيه أي شيء الآن لما قلت له print عرف حسين ليش لما قلت له print name عرف حسين لأنه أنا قلت له name راح يروح في الذاكرة يبحث على name يعرف الفالي ويطبع ليه إذن الـ label هو دلالة على القيمة الآن لو جيت ضغطت next ترى أنه حدث لك كلمة حسين الـ name حدث من حسين إلى حسين الـ ثم الآن ضغطت لو ترى ما موجوده طباعة لضغط enter راح يطبع لي حسين الربيعي لسق ليش لسق؟ لأنه ما وضعنا slash in بينهم فحتى يطبع ليهم كل واحد على سطر المفروض أضع كلمة slash slash in هذا على سطر أو ln وهذا ln على سطر ممكن نعرف بقية أمور؟ ايه أوكي ممكن دعنا ننزل نعرف val للـ age وأنا أقول الـ age 28 لو ترى أنه المتغير سميته age ممكن لأنه أنا أتحدث عن عمر الشخص أعطيته رقم يساوينا رقم ممكن وقتله print للـ age that's okay كما إذا أطبع على line وحدة أقول لها print line أيضا إذا أعرف متغير آخر val ليش عرفت هذا val معرفته var لأنه قيمته ما متغيره ما راح أغيرها أبدا فبما أن القيمة ما راح أغيرها أعرفها val إلا القيمة راح أغيرها مثل ما غيرها هنا القيمة أعرفها var فأعرف val أخرى department كأ قسم يشتغل به وأقول له software engineering انظر لو ترى أنه لما يعرف string دائما يضع لناها بين colon لكن لما يعرف متغير مباشرة يعطي قيمة الآن أطبع لي print line أطبع لي department ثم جيت أعرف لي val فأقول المتغير آخر AVG يعني average ممكن تعطي أي اسم يساوي أنه أريد رقم double فأقول له 3.5 على سبيل المثال ثم أقول له print AVG لو ترى أنه عادي أطبع متغير أطبع string بين قوسين أطبع double أضع قيمة الآن لو جيت تنفذ السطر سطر مرة أخرى كليك رأي تختار debug mode وأرى أنه كيف يعرف متغير أطبع لقيمة يعرف متغير أطبع لقيمة واللي لازم تفهم بهذا الدرس أيضا أنه الvar والval أنه ما معنى الvar وما معنى الval لما يعرف شي اسمه var يعني انظر هذا المتغير قدرته أريد أغير قيمة عرفته var هذا المتغير ما مستعد أغير قيمته بقط أطبعه عرفه val فاوكي هذي الجزء أنه نبدأ خطوة بهذا الشكل أضغط next أعرف متغير اسمه name أضغط next طبع لي المفروضه هنا حسين الآن لو جيت تنفذت next انظر عرف لي أحدث لي حسين حدث لي على حسين الربيعي لو أجي هنا أقوله next راح يطبع لي حسين الربيعي الآن لو جينا باك قلت له أعرف أعرف لي متغير جديد سمى ليها age طبع لي age هنا أعرف لي الآن لضغط next أعرف المتغير اسمه department طبع لي مرة أخرى أعرف لي متغير اسمه AVG 3.5 وطبع لي مرة أخرى لو تشاهد أنه كيف الذاكرة الآن ايش بها الذاكرة الآن بها أربع متغيرات معرفها إذن هذه هي فكرة أنه المتغيرات المتغيرات تتعرف خلال وقت التنفيذ بمجرد ضغطك لزر إيقاف البرنامج تنتهي المتغيرات تمسح من الذاكرة أوكي يعني لما ترجع تنفذ من جديد راح يتنفذ بقيم جديدة لهذه المتغيرات إذن هذه هي إنه كيف نعرف المتغيرات لكن الشي اللي ينتظم تفهمه إنه في بعض الحالات تحتاج أن تحدد نوع المتغير يعني تقول له أوكي هذا المتغير يجب أن يكون string دائماً فتضغط colon هنا بعد اسمه وتضغط string capital بمعنى أوكي أي قيمة توضع في هذا المتغير يجب أن تكون string لو جئت وضعت كلمة رقم عسي المثال هذا الرقم راح يرفضها ليش؟ لأنه قتل هذا المتغير يجب أن تكون نوع string تحتاج مرات تضعها ومحتاج ما تضعها ممكن تضعها للتأكيد ممكن ما تضع يعني كلمة هو مجرد أن تعطيتها string هو كافي للمعالج إنه يفهم إنه القيمة اللي راح تخزنه هنا string عسي المثال هنا أنتجر تقول لها بهذا أنتجر حتى إيش؟ حتى تضمن إنه أي قيمة تضع هنا أنتجر ولا تنسى أنتجر أو الحرب capital فلو أنا لوجه شخص وضعت 28.3 ما راح يقبلها يقول لك هاي انتقت أنتجر فهذه تفيدك إنه تعمل على الكود عسي المثال department تضعها string ما مجبور إنه تضعها لكن إذا تتضعها في بعض الحالات راح نضعها مو إذا تتضعها وعسي المثال هنا الأبرج تقول لهذا double بهذا الشكل أنه يجب أن نخطها لأنه وجدت وضعت ثلاثة ما راح يقبلها وكثير من النواع المتغيرات float وما إلى ذلك لأن هذه ببساطة كيف نعرف المتغير كيف نعرفه للكتاب والقراءة كيف نعرفه فقط للقراءة كيف نعرفه فقط للقراءة كيف نعرف نوع المتغير في بعض الحالات نحتاج أنه نعرف المتغير وبعدها نعطي قيمة عسي المثال إذا عرف val أو var ما يصير val فلما ما يدعطي أي قيمة فلما ما يدعطي أي قيمة يجب أن أقول له هذا نوع شنو أقول له نوع سترينغ وأنزل سطر الآن يدعطي قيمة title أقول له ايش معنى هذه العملية لما أجل كتبت له title وما أعطيت أي قيمة طبعا نحن أقول لك أوكي ممكن هذه الكولة حسنة أقول له اوكي ماذا تحسنة قل لك كلين يقول لك ممكن ثناتهم نحطهم بسطر واحد ليش وضعتهم كل واحد على سطر لكن أنا في بعض الحالات أقول أوكي راح أصادفني حالة إنه إذا عرف المتغير وبعد ما عرف المتغير أجي أطبع قيمة للمتغير ثم أضع قيمة أخرى للمتغير أجي أحدثها في Xerox يعني ثم أجي أطبعها الprint طبيعي جدا إنه إحنا نعرف المتغير وبعد ما نعرف المتغير أيش نسى عمل له نعطي قيمة وين نطبع هذه القيمة الآن لجت عملت ران أو debug حتى نشاهد إنه كيف أول شي عرفنا المتغير ومتغير عرفه ما بأي شي ثم يجي يعطي قيمة ثم يغير هذه القيمة ثم يتابع لنا العملية بالتسلسل ساطر ساطر خلا نشوف أشوه راح يعمل حتى ننطلق إلى الدرس القادم طبعا كالعادة debug هو فضي debug أو قلت لها ران ما قلت لها debug لأنه ران عرض لي النتائج مباشرة بدون بدون أي انتظار debug يفيدني أني نفذ لي البرنامج خطوة خطوة إذا كنت أساساً أنا وضع debug ما مساحتها لكن كما ترى هنا دائما يعطيك تنبيه قلت لك أنت ليش سويت هاي العملية ممكن تنفذهم بسطر واحد انظر نفذ لي أن ما وضع نقطة debug ممكن نضع نقطة debug في أي مكان يعني أضعها هنا حتى يبدأ من خطة البداية في الوقت الحالي وضغط كليك رايت وقل لديباك الديباك هي ضرورية في بعض الحالات أو في البداية يعمل كل شيء كود تكتب اكتب دفيباك حتى تفهم البرنامج كيف يتنفذ خطوة خطوة يعني خطوة بعد خطوة خطوة بعد خطوة انظر هنا عرفنا متغير طبعنا متغير حدثنا عرفنا الـ 에ج عرفنا الـ Department عرفنا الأفرج لو corrent لو ترى انظر عرف يوم تغير title وهذا التغير ما وضعنا بأي شيء لكن يعطيك فات شيء يقولك محنا سيرحصل اللقاء لهذا المتغير معطيت أي قيمة كبداية ممكن أنت ستسبب فالان انظر عرفه وفارغ القيمة البي الان لو جذغتت ران اعطاه قيمة developer وخلاص ليش المشكلة صارت هنا هنا يشكك انه ممكن شخص يجي حاول يطبع كلمة print للتايتل فلما هنا شخص يجي حاول يطبع print للتايتل والتايتل ما بي اي قيمة رح اصير مشكلة ليش لانه ما موضع باي قيمة فهنا يجب ان نستخدم اسلوب null safety بمعنى ايش هاي اللغة رائعة تقدم شي اسمه null safety تقول له هكذا يساوينا null يعني ايش ممكن تعرفه بهذا الشكل فقط بمعنى انه هذا المتغير ممكن يقبل null يعني ممكن انت لاحقا تجي تعرف ودقول له هذا المتغير اللي هو تايتل يساوينا null او ممكن تختصر العملية ودقول له اكي ليش اتعب نفسي بهذا الشكل دعني اسحب على هذا السطر null فلما تقول له يساوينا null ممكن راح يطبع عندنا يا ممكن يقبل من عندنا لانه يقول لك اوكي هو اساسا null null يعني ما باي شي يعني فارغ ننتقل درس القادم ما تحدث عن النظر سيفتي ترجمة نانسي قنقر